العراق مهدد بأزمة وجودية هذا ما حذر منه مركز المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والذي أكد أن التقاتل زعماء الكتل من أجل الهيمنة جعل البلاد في وضع خطر وعدم استقرار جديد التقرير الأوروبي ألمح إلى إمكانية استفادة مختدى الصادر من الوضع الحالي حيث أن البرلمان في عطلة والنواب الجدد لم يؤد اليمين بديلا عن النواب الصدريين المستقيلين بينما يسعى خصم مختدى الصادر إلى منحه وزارات مربحة ولربما يوافقون على خياره تولي أحد مرشحه رئاسة الحكومة الجديدة بهدف إبقائه داخل النظام السياسي واحتواء خطره فيما لو حاول حجد أنصاره أو تلويحه بشبح العنف التقرير كشف أيضا عن تزامن توقيت استقالة نواب الصادر مع اندلاع التظاهرات المنددة بتدهور خدمات الكهرباء والماء خلال الصيف وهو معتبر التكتيكا لحماية الصادر لنفسه من غضب الشارع عبر محاولة الظهور بعدم الرضا عن الطبقة السياسية ولربما سيستغل هذه الاحتجاجات للضغط على خصومه السياسيين وتابع التقرير أنه رغم تهديد الصادر وحتى قبل انتخابات التشرين الأولى الماضي بأنه لن يدعم أي حكومة يتم تشكيلها من دونه فإنه لن يتخلى عن نظام سياسي يحاول الهيمنة عليه بعدما استثمر فيه لسنوات واستفاد منه هو وأتباعه ولهذا اعتبر تقرير مركز المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بأن ما يجري هو معركة من أجل الهيمنة بين أطراف متنافسة لاختلاف في ميولها الإديولوجية والتي اتفقت جميعها في الحفاظ على منهج المحاصصة من أجل ضمان نصيبها من الغنائم السياسية وختم التقرير بالقول إنه في بيئة يسود فيها استياء عام متأجج فإن الاحتجاج يتوجه نحو التطور لثورة باتت ملامحها تتشكل وهو ما سيطيح بسلطة الأحزاب بشكل كامل